بعد ما سمعنا الأغنية الجميلة وشفتوا قديه كل واحد بيتسابق عشان يعمل حاجة للنادي الأهلي حاجة اللي أنا بقى فعلا لازم أتكلم فيها ممكن كلمتي فيها أنا في الأول كده بس حاجة بسيطة لكن لازم أتوقف عندها جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم أنا شخصيا ما شفتش جمهور ما احترام كل الجماهير عشان ما حدش يزعل ما شفتش جمهور كده فعلا هو الظهر بتاعنا وهو السند وفعلا الجمهور ده حما في الحلوة والمرة معنا في كل شيء الجمهور ده اللي هو عمل الكيان نفسه الجماهير لأن النادي الأهلي بالجمهور وهو اللي صنع اسم النادي الأهلي وهذا الجمهور العظيم ومن غير الجمهور ده ما كانش يبقى فيه أهلي أنا بقول لكم بكل أمانة يمكن أنا عاوز أقول كل حاجة على الجمهور انتوا شفتوا الجمهور لما رجع من درجاتي هدوبك كده عدد قليل بس شوفوا قد ايه عمل قد ايه شفتوا الجمهور في كاس العرب اللي كان في قطر شفتوا الجمهور هو اللي بيحرك الدنيا وعنده عشم إن النادي الأهلي حيكسب في آخر ثانية من الوقت بضل الضايع انتوا شفتوا الجمهور كده هو ده جمهور النادي الأهلي عشان كده كنا بنلعب وبنعمل حساب لجماهيرنا إن الجمهور ده مش عاوزين رواحه زعلان عشان كده الجمهور ده أقول لكم هو السند بتاعنا السر في كل العلاقة الجميلة اللي بين النادي الأهلي وجماهيره النادي الأهلي عاوز يعمل اي حاجة لجمهور وجمهوره ده أنا باعتبره من وجهة نظري الشخصية البسيطة إن ده رقم واحد ولاسا لعب رقم 12 ده من وجهة نظري لإن جمهور الأهلي ده تحس إنه حاجة مختلفة عن أي جمهور تاني أنا بتكلم لإن الجمهور ده أنا عشت معها وعشت معها حوالي على 20 سنة وفي الإعلام كمان أنا شو أقول لكم يعني أنا بقالي دقل على 54 سنة عايش مع الجمهور جمهور الأهلي ده عاشق الكيان يعني أي حاجة فيها النادي الأهلي هتلاقيه فيها تحية الجمهور النادي الأهلي اللي هو فعلا على الحلوة والمرة ودايما يا رب في انتصارات عشان نفرح الجماهير اللي هو متعطش لبطولار تكسب بطولة يقول لك هكسب التانية تخسر بشعر يقول لك ما فيش حاجة اسمها التاني الأول دايما يا رب تخسر بشعر